في فيلم Limitless المقتبس من رواية للكاتب الإيرلندي أرينغلين الذي أنتج عام 2011 يعيش البطل إيدي مورا حياة باهتة مهملة في شقة متداعية في نيويورك يفشل في كتابة روايته الأولى مع اقتراب موعد التسليم لدار النشر يقبل إيدي بدافع اليأس تجربة عقار جديد مقابل بعض المال لم يدرك المفاجأة التي كانت تنتظره فهذا العقار التجريبي يطور في بضع دقائق القدرات المعرفية للشخص مما يحسن بشكل كبير تصوراته وذاكرته وقدراته على التفكير فهو يمكنه من الاستفادة من إمكاناته العقلية الكاملة يستطيع به أن يتذكر كلما قرأه أو رأاه أو سمعه يمكنه تعلم أي لغة مهما كانت صعوبتها في يوم واحد ينفتح عالم جديد تماما أمام عينيه فتنقالب حياة إيدي مورا تماما بعد تجربته للعقار ينهي روايته التي استعصت عليه طويلا في يوم واحد ثم تتطور الأحداث ليصبح إيدي أحد أباطرة المال في وولستريت تخيل صديق المتابع أن مثل هذا العقار موجود بالفعل حبة واحدة تمكنك من اختراق عقلك والاستفادة القسوى من قدراتك المعرفية بعبارة أخرى تفعيل قدرات عقلك 100% هذا أمر غير ممكن وغير واقعي على الأقل حتى الآن ويبقى مجرد خيال علمي لكن ماذا لو قلت لك أن هناك طريقة واقعية بعيدة عن الخيال العلمي طريقة علمية مدروسة وسهلة التنفيذ في متناول أي شخص طريقة تمكن الإنسان من زيادتي أو استغلال أكبر قدر ممكن من القدرة العقلية والذهنية تابع الاستماع لتعرف المزيد أوضحت الدراسات العلمية أن الناس يعتمدون فقط على 10% أو أقل فقط من مواردهم أو قدراتهم العقلية حتى وهم يبذلون أقصى جهد لديهم في التفكير والعلماء لم يتمكنوا من إيجاد الوسيلة التي يمكن بها من اختراق سقف العشرة بالمئة لأن العلم فيما مضى كان ينظر إلى الذكاء على أنه ذلك الجزء من العقل الذي يتضمن التفكير الوعي وحل المشكلات لذلك فمعظم البحوث والجهود الساعية لرفع نسبة الذكاء قد ركزت على التفكير المنطقي الوعي مثل حل المعادلات الرياضية بسبب ذلك الكثير من الناس تحملوا عبءا مدى الحياة عبءوا الشعور بالغباء لأنهم يحصلون على درجات منخفضة في اختبارات الذكاء ونظلوا ليتأقلم مع المواد ووجهات النظر التي تركز فقط على القدرة الذهنية المنطقية وهكذا حكم على أغلبين بل واعتقد الكثيرون أنهم لم يكونوا أذكياء كالآخرين لأنهم ببساطة فشلوا في تعليم رسمي أو في اختبار أولي للتوظيف إلى أن قام هاورد جاردنر عالم النفس الأمريكي وهو أستاذ الإدراك والتعليم في جامعة هارفورد في كلية الدراسات العليا بتقديم نظرية الذكاءات المتعددة في ثمانينيات القرن الماضي الآن ندرك أن هناك ستة أنوع من الذكاء ذكاء لغوي، ذكاء بصري، ذكاء منطقي، ذكاء إبداعي، ذكاء بدني، وذكاء عاطفي وهذا هو محور كتاب اليوم سوبر براين باور الذي ترجم إلى العربية بعنوان القدرة الذهنية الخارقة للكاتبة جين ماريستين وهي محاضرة في مجال قوة الذهن والتعلم السريع والكتابة العلمية ومؤلفة قامت بتأليف أو المساعدة في تأليف أكثر من 24 كتاباً الجميل في هذا الكتاب أنه يقدم برنامج قوة العقل الخارق وهو برنامج تطبيقي عملي بسيط من ستة تمارين هو عبارة عن 21 أسلوباً من أساليب التوزيع لنقاط العقل وهي مجمعة في أقسام كل قسم مكون من ثلاثة أو أربعة أيام يركز على نوع واحد من أنواع الذكاء ويبدأ باختبار سريع فعال يساعدك في تقدير مستوى معامل الذكاء لديك لذلك النوع سنتطرق في ملخص اليوم بالتعريف لكل نوع من أنواع الذكاء وبعض المهن الخاصة بهذا النوع ونذكر باختصار كيف تميز مستوى الذكاء الذي لديك في هذا النوع ثم نقدم بعض النصائح العملية يسهل تنفيذها لتطوير هذا النوع من الذكاء لديك لكننا تحرين الاختصار حتى لا تطول مدة الفيديو فإذا أردت الاختبار والتدريب بشكل مفصل فعليك عزيزي الرجوع إلى الكتاب الذكاء اللغوي الكثير من الناس يجدون أنفسهم نادمين لأنهم لم يقولوا الكلام المناسب أثناء محادثة ما ولا يتذكرون أو لا يفكرون فيما كان مفترضا قوله إلا بعد فاوة الأول هذا بسبب نقص في الذكاء اللغوي ويسمى كذلك الذكاء اللفظي أو الذكاء الكلامي وهو يشمل عالم الكلمات الحديث الكتابة القراءة حتى الاستماع وهو النظام العقلي المسؤول عن كل شيء يتعلق بالكلمات فبه نتذكرها ونفكر فيها ونتحدث بها ونقرأها ونكتبها ونفسرها عند سماعها هو من المفاتيح الأساسية للنجاح والإزدهار فهو يتيح تعبير عن أنفسنا وعن أفكارنا بشكل فعال من خلال الكلام أو الكتابة هو الملكة التي نستخدمها طوال الوقت وتلعب دورا حيويا في ضمان تقدمك الشخصي والمهني فكل حوار أو لقاء أو بيع أو شراء أو مؤتمر يعتمد على ذكائك الكلامي سواء كنت متحدثا أو مستمعا كذلك كيف تفهم ما تقرأ أو تسمع يعتمد على هذا الذكاء يروى أنه في أحد الأيام والخليفة هارون الرشيد جالس في مجلسه وبين وزرائه دخلت عليه مرأة كانت تكره الخليفة ولا تبغض أحد أكثر منه على وجه الأرض فدعت له بقولها يا أمير المؤمنين أقرى الله عينك وفرحك الله بما آتاك وأتم ساعدك لقد حكمت فقصت فرح الوزراء من حول الخليفة بدعاء المرأة له فقال الرشيد ما أظنكم فهمتم قولها أما قولها أقرى الله عينك فهي تدعو علي بالعمى فقرار العين أي سكونها عن الحركة وأما قولها وفرحك الله بما آتاك فهي تقصد قول الله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغده وأما قولها وأتم ساعدك فهي تقصد قول الشاعر إذا تم شيء بدأ نقصانه ترقب زوالا إذا قيل تم وأما قولها لقد حكمت فقصت فهي تقصد قول الله تعالى وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة فتعجب الحضور من ذكاء المرأة وسرعة بديهة وذكاء الخليفة هارون الرشيد أبقن استخدام الكلمات وستتحكم في جوانب كثيرة في حياتك فإن كنت بائعا مثلا فلا يمكنك إقناع الزبون بالشراء لو حللت أمامه معادلة رياضية مثلا فبالذكاء اللفظي ستكون قادرا على كتابة مقتراحات مقنعة وبيع أي شيء لأي شخص وتبدو بارعا في المحادثة والأوساط الاجتماعية وكسب الأصدقاء والتعبير عن نفسك بحيوية ووضوح وجعل حتى منافسيك يرون الأشياء على طريقتك والتنبه لمحاولات الخداع اللفظي التي تتعرض لها من المهن التي تعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من الذكاء نجد الكتابة بشكل عام كالصحافة والشعر والأدب مجال الفندقة والمطاعم المحامات القضاء التعليم طب والنفس إلى آخره لكن كيف تعرف مستوى ذكائك اللفظي؟ الأمر بسيط لتعرف بشكل عام تأمل الجمل التالية هل تنطبق عليك؟ تهتم بالكلمات أكثر من الصور تفضل التلاعب بالألفاظ أثناء الحديث أو الكتابة تحصل أو كنت تحصل على درجات أفضل في المواد الأدبية كاللغة العربية والتاريخ من المواد العلمية تستمتع بتبادل وجهات النظر تجد متعة في سرد القصص تسجل دائما الأفكار الهامة تستمع للكتب والملخصات الصوتية خاصة على قناة أوديو تاب تعتبر كتابة التقارير والمقالات والمذكرات أمرا محببا إلى نفسك تحب كتابة الشعر والقصص أو الروايات إلى آخره تقضي بعض الوقت في ممارسة ألعاب كلامية كالكلمات المتقاطعة أو السهمية يعترك فضول لكشف معاني وأصول بعض الكلمات والجمل سأترك لكم في مربع الوصف رابطا لاختبار سهل وممتع باللغة العربية للذكاء اللفظي إذا وجدت أنك لست في المستوى المطلوب في هذا النوع من الذكاء فيمكنك تقوية نفسك فيه باتباع النصائح التالية ولكن إذا كنت مهتما فعلا بالتمرين العملي المفصل لا تنسى مراجعة الكتاب اكتب أي شيء يخطر ببالك دون تفكير ثم أعد صياغته ليكون مقنعا أكثر ثم حدد أوجه القصور في كلامك قبل تغييره كرر هذا التمرين كلما سنحت لك الفرصة حاول أن تمارس الكتابة يوميا إن استطعت أعد سياغة مقالة أو فقرة في كتاب بأسلوبك الخاص تدرب على الكلام عند التحدث مع الناس الذين لا تعرفهم جيدا تحدث بطريقة طبيعية لا تحاول تغيير لهجتك أو نبرة صوتك وإذا كنت لا تعرف لنقل إجابة ما اعترف ببساطة أنك لا تعرف كن مسغيا جيدا القراءة اقرأ كل يوم اقرأ في المجال الذي تحبه إن كنت ممن لا يهون القراءة ابدأ بمقالات صغيرة وأشياء سهلة إن كنت تحب الكتب ولكن لا تصبر على قراءة كتاب كامل تنصحك الكاتبة أن تقوم بالتالي تصفح سريعا الصفحات الداخلية والغلافة الخلفية للكتاب ألقي نظرة سريعة على جدول المحتميات واكتشف كيفية تنظيم المؤلف للمعلومات ألقي نظرة سريعة على التمهيد أو المقدمة تصفح العنوين الرئيسية داخل الكتاب وإذا لفت انتباهك أي موضوع شيق توقف عنده ومر سريعا على بعض فقاراته الذكاء البصري الرؤية هي مظهر يشمل حياتنا اليومية بشكل كبير فالجزء المسؤول عن الذكاء البصري في المخ يفوق ذلك الجزء المسؤول عن الذكاء اللفظي فنحن نستخدم بصرنا من اللحظة التي نستيقظ فيها صباحا حتى ننام ليلا بل إن أنظمة العقل المسؤول عن الذكاء البصري تظل تعالج المعلومات ليلا ونحن نائمون في شكل أحلام لكن ما يثير المفارقة تقول الكاتبة أن هذا النوع من الذكاء هو واحد من أقل الأنواع استخداما لأننا ننظر ولكن لا نرى هل يمكنك وصف ثياب من جلس بجانبك في الحقلة اليوم؟ الذكاء البصري هو القدرة على استعاب وتحليل وفهم المعلومات والأمور من حولنا بطريقة بصرية فالأشخاص الذين يملكون هذا النوع من الذكاء يميلون للتفكير ومعالجة المعلومات بشكل صور أو بثعبير آخر يفكرون بعين عقلهم فيصنعون الأفكار والصور العقلية الواضحة ويستطيعون استعادتها وتحويلها كما يصنع المخرج من رواية مكتوبة فيلما سينمائيا ترى الأشخاص الذين لديهم ذكاء بصري عالي يستمتعون بالرسم والتلوين والفنون البصرية عامة يستمتعون بالخرائط ودراستها وبالتصميمات الفنية والدكورات والانتباه لأدق التفاصيل فيها هم أصحاب مخيلة واسعة هم يحتاجون إلى صورة ملموسة أو ذهنية لفهم المعلومات الجديدة لديهم القدرة على إدراك العلاقات بين الأشكال والعناصر البصرية في الفراغ وعلى تجهيز المعلومات البصرية المكانية وتمثيلها في سياق ثلاثي الأبعاد إذا رأيت شخصا مثلا يصور من هاتف كل ما أمامه فهو من أصحاب هذا الذكاء إن قدرة الذكاء البصري تمتد إلى ما هو أبعد من الإبصار فهي تجتمل على قدرتك على تذكر ما رأيت وعلى تحديد الأشياء المرئية غامضة الدلالة يعجز الآخرون على ملحظتها والقدرة على رؤية أحلام اليقظة والتصور الظهني لبعض المشاهد الخيالية يحكى عن ملك أعرج وأعور أنه جمع في قصره أعظم الفنانين طلب منهم أن يقوم برسم صورة الله كما هو لكن دون أن يظهر عيوبه رفض الجميع هذا بالطبع فكيف يصورونه واقفا وهو أعرج وكيف يرسمون نظراته الثاقبة وهو أعور بعين واحدة فقط لكن وسط هذا الرفض قبل أحدهم وسط استغراب الجميع تخيل هذا الرسام أن الملك يمارس الصيد في الغابة وهذا ما دفعه لأن يثني رجله ويغمض عينه وبذلك تمكن هذا الرسام من رسم الملك الأعور والأعرج دون إظهار عيوبه وحصل على مكافأة كبيرة من الملك الذكاء البصري مهم في أي مهنة لكن بعض المهن تعتمد عليه أكثر من مهن أخرى لعلك قد خمنت بعضها كمجال السينما بشكل عام مخرج إلى ممثل إلى منتج ومصور فنون الخط ووضع الخرائط والتصاميم المهندسون المعماريون الفنانون التشكيليون وصانع الديكور وفي المهن المتعلقة بالرحلات أو السياحة أو الكشافة إلى آخره لتعرف بشكل عام أنك من أصحاب الذكاء البصري المرتفع تأمل الجمل التالية هل تنطبق عليك؟ هل تتصور الأحداث والأشخاص عندما تسمع أو تقرأ عنها؟ هل تحرص على تبيين الألوان؟ هل تستمتع بقراءة الصحف والمجلات الملونة كمجلة العربية؟ هل ترغب في رسم وكتابة أشياء غير منظمة؟ هل نادرا ما يمر عليك يوم دون ملاحظة شيء جميل كالسماء والأصهار أو ابتسامة طفل عذبا؟ هل تدهش عند معرفة طريقة عمل الأشياء؟ هل كانت الهندسة بالنسبة لك أسهل من الجبر في المدرسة؟ هل جربت أحلام النوم وأحلام اليقظة ذات التفاصيل؟ هل تلعب الألعاب التي تعتمد على التشييد والأحاج والألغاز كلعبة هايدن أوبجيكت؟ سأترك لكم في مربع الوصف رابطا لاختبار سهل وممتع باللغة العربية للذكاء البصري إذا وجدت أنك لست في المستوى المطلوب في هذا النوع من الذكاء فيمكنك تقوية نفسك فيه باتباع النصائح التالية ولكن أكرر للتمرين العملي المفصل راجع الكتاب بناء ذاكرة فوتوغرافية من خلال إلقاء نظرة خاطفة على الأشياء ثم إغلاق عينيك ومحاولة تذكرها بالتفصيل شهد الكثير من صور الطبيعة الغنية بالألوان والتصاميم ثلاثية الأبعاد مثلا على موقع بانترست التدرب على معرفة الأنماط أو الأشكال من خلال إمعان النظر في الأنماط والتعرف عليها من خلال ألعاب بناء الأشكال والربط بينها ركز على الملابس التي ارتديها الناس وركز على الأنماط فيها ستجدها بوفرة ستجد المخططة والمزاركشة والمنقطة إلى آخره تعزيز القدرة على التخيل عند قراءتك لقصة أو رواية حاول تخيل الشخصيات والأماكن بناء على وصف الكاتب قد لا تنجح في المرة الأولى أو الثانية لكن مع الممارسة والتكرار سوف تتمكن تدريجيا من تطوير القدرة على التخيل حاول كل جملة فيها ذكر لشيء إلى صور في ذلك فمثلا تسمع جملة جلست في مقهى عتيق في حي شعبي استخرج كل ما في ذكرتك من صور رأيتها حقيقة أو في فيلم وثائقي أو مجلة تترجم بها مقهى عتيق وحي شعبي لصور لا منع من أن تأخذ من 10 إلى 15 دقيقة كل يوم لتتحدى نفسك في بعض الألعاب البسيطة كبناء قلعة أو سفينة فهي متعة وفائدة الذكاء المنطقي تقريبا كل لحظة من حياتنا تتطلب قرارا أو تمثل مشكلة من كوب القهوة إلى أي طريق تسلك إلى استثمار مصيري فأنت تستعين به لتحل أمورا في أي وقت تقرر فيها تفضيلك لفعل شيء دون الآخر وتقريبا الوقت الوحيد الذي لا يعمل فيه ذكاؤك المنطقي ولا تضر فيه للاختيار أو التوصل لقرارات كل دقيقة هو الوقت الذي تنام فيه فلا عجب أن يكون حجم منطقة المخ المسؤول عن هذا الذكاء يتخطى بمراحل ذلك الموجودة في مخ الحيوانات الذكاء المنطقي ويسمى كذلك الذكاء الرياضي أو الفكري أو ذكاء حل المشكلات هو ذكاء العلاقات المنطقية والتفكير الاستنتاجي هو قدرتنا على التفكير المنطقي والعقلاني وتحديد الروابط بين الأشياء بسهولة وهو ما يمكننا من تنفيذ العمليات الحسابية والقدرة على تطوير المعادلات والبراهين وإجراء الحسابات وحل المشكلات المجردة روي أن رجلا دخل على ملك وأنشده شعرا فقال الملك أطلب ما تشاء قال الشاعر هل تعطيني؟ قال أجل قال أريد أن تعطيني دنانيرا بمثل الرقم الذي أذكره في الآيات القرآنية قال الملك حبا وكراما قال الشاعر قال الله تعالى إلهكم إله واحد فأعطاه دينارا ثم قال ثاني اثنين إذ هما في الغار فأعطاه ديناران قال لا تقول ثلاثة انتهوا فأعطاه ثلاثة ثم قال ولا ثلاثة إلا وهو رابعهم فأعطاه أربعة قال ولا خمسة إلا وهو سادسه فأعطاه خمسة دنانيرا وستة ثم قال الله الذي خلق سبع سماوات فأعطاه سبعة قال الشاعر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأعطاه ثمانية وبعد ذلك قال وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض فأعطاه تسعة فقال الشاعر تلك عشرة كاملة فأعطاه عشرة دنانير ثم قال إني رأيت أحد عشر كوكبا فأعطاه أحد عشر فأضف الشاعر إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله فأعطاه اثنى عشر ثم قال الملك أعطوه ضعف ما ذكر واتردوه تعجب الشاعر لماذا يا مولاي فقال الملك خفت أن تقول وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الناس ذو المستوى المرتفع من الذكاء المنطقي يحصلون على دراجات مرتفعة في العلوم والرياضيات فهم يفكرون في الروابط المنطقي لديهم غالبا ذاكرة قوية ومهارات قوية في التحليل ومهارات التصنيف يحبون تحويل المعلومات لأفكار مجردة وتمييز الأنماط وحل المشكلات يستخدمون التفكير والتسلسل المنطقي لاستيعاب المعلومات يحبون العمل مع الأرقام والعثور على طرق منطقية للإجابة على الأسئلة يستمتعون بالأنشطة مثل الرياضيات والتكنولوجيا والصياغ والتصميم والكيمياء وغيرها من العلوم الصعبة يستمتعون بتحويل الأفكار الرياضية والمفاهيم إلى واقع ملموس من خلال المشاريع العملية مثل التصميم بمساعدة الكمبيوتر واستخدام تطبيقاته وبرمجتها كل المهن تقريبا تتطلب الذكاء الفكري لكن الحاجة إلى هذا النوع من الذكاء تكون أعظم عند أصحاب بعض المهن مثل علماء الأحياء والرياضيات والفيزياء والفلك مصمم الكمبيوتر مبرمج أخصاء صيانة محل الأداء أو أنظمة مدير أعمال محاسب المبتكرون والمخترعون بصفة عامة إلى آخره لتعرف بشكل عام إن كنت من أصحاب الذكاء المنطقي المرتفع تأمل الجمل التالية هل تنطبق عليك تجري العمليات الحسابية في رأسك بسرعة تحدد بسهولة العيوب المنطقية في الإعلانات والحوارات السياسية وتفسيرات الناس تستدعي الإمعانة في التفكير تكون أو كنت أفضل في الرياضيات والعلوم من اللغة والتاريخ تجد طريقة لتسيير الأمور أو الخروج بحل مؤقت تشعر بالراحة عندما يتم فحص الأشياء وشرحها بالتفصيل تجد متعة في التحدي عند معالجة المشاكل التي فشل فيها الآخر وتنجح في ذلك تستفسر بصورة مستمرة عن الكيفية والسبب وراء الأشياء في العلم والأحداث وسلوك الآخرين سأترك لكم أحبائي في مربع الوصف رابطا لاختبار سهل وممتع للذكاء المنطقي هذه المرة باللغة الإنجليزية إذا وجدت أنك لست في المستوى المطلوب في هذا النوع من الذكاء فيمكنك تقوية نفسك فيه باتباع النصائح التالية ولكن أكرر مرة أخرى للتمرين العملي المفصل براجع الكتاب امنح نفسك وقتا كافيا للإجابة على أسئلة مطروحة أو مشاكل مثارة حيث أن الأحكام المتسرعة نادرا ما تكون مثمرة تفحص تفكيرك مرتين قبل أن تقدم على أي حل حتى تقلل من احتمالية ارتكاب الأخطاء وفعل ذلك مرة أخرى إذا فشل الحل في تحقيق ما تريد وتفحص أذكار الآخرين وقراراتهم مرتين كذلك اطرح أسئلة تسمح باحتمالية أن يكون لها أكثر من إجابة واحدة صحيحة شاهد البرامج العلمية واحضر الفصول العلمية إن استطعت حل الألغاز ومارس الألعاب التي تعتمد على التفكير المنطقي والتحليل والتحدي مثل الشطرنج والصودوكو حمل تطبيقات تدريب الدماغ لتدرب دماغك وتستفيد منها في وقت فراغك بدل من تضيعه في مشاهدة الفيديوهات التافهة الذكاء الإبداعي يعتقد الكثيرون أن الإبداع يقتصر على مجموعة صغيرة من البشر فنانون مخرجون سينمائيون وبعض الصناع المحتوى هذا صحيح فالذكاء الإبداعي عند هؤلاء مرتفع عن البقية لكن الجميع لديهم موهبة للإبداع والاستحداث فهو يعينك لتخطي مشاكلك اليومية فتجد مثلا سبيلا لإعادة تشغيل سيارتك بعد توقفها المفاجئ في الطريق ولقد رأينا جميعا كيف أن الكثيرين أبدعوا لإيجاد طرق لاستمرار أعمالهم أثناء الجائحة لعد الإبداع وهو القدرة على صنع أفكار وحلول جديدة شيئا لا غنى عنه لبلوغ أهدافنا مهما كانت فهو يكمن وراء كل ابتكار أو تقدم جديد ليس أساسا فقط لدى الفنانين أو المفتكرين المشهورين مثل بيكيتس أو ستيف جوبس فهو سيمة بشرية عامة وجزء حيوي في وجودنا الإبداع ينشأ من طريقة امتصاص المعلومات والتجارب ومعالجتها من هذه المعالجة تولد الأفكار الجديدة والابتكارات والأعمال والمنتجات الفنية الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في ذكاء الفكرة يمرون بسيل متدفق من الأفكار هم مجتهدون من الطراز الأول لكي يتمكنوا من ابتكار الأفكار والتجارب الناجحة لديهم حب للإطلاع والبحث عن كل ما هو جديد يوجهون الكثير من الأسئلة ويستفسرون عن التفاصيل حتى يعززوا حسهم الإبداعي خيالهم واسع وخصب ويفكرون خارج الصندوق لديهم شغف يكاد يصل لدرجة الهواس يتمتع المبدعون بثقة عالية بالنفس قد يفسرها البعض خطأ على أنها غرور لكنها ليست كذلك بل هي ثقة في قدرة المرء على حسن إدارة الأمور كان هذا أحد الأسئلة التي تستخدم في استمارة طلب الالتحاق بأحد الوظائف كنت تقود سيارتك في ليلة عاصفة وفي طريقك مررت بموقف للحافلات ورأيت ثلاثة أشخاص ينتظرون الحافلة امرأة عجوز تشيك على الموت عليك نقلها للمستشفى شخصية مشهورة تعتبرها قدوتك صديق قديم سبق أن أنقذ حياتك كان لديك متسع بسيارتك لراكب واحد فقط فأيهم ستقله معك يمكنك أن تقل السيدة العجوز لأنها تشيك على الموت ربما من الأفضل إنقذها أولا تستطيع أن تأخذ صديقك القديم لأنه قد سبق وأنقذ حياتك تكون هذه هي الفرصة المناسبة لرد الجميل وفي كل الأحوال فإنك لن تكون قادرا على إيجاد الشخص المشهور الذي تحترمه مرة أخرى كان هناك شخص واحد فقط قد تم ترشيحه لهذه الوظيفة من بين المئتان الذين تقدموا هو الوحيد الذي قدم إجابة إبداعية فالغرض من السؤال كان اختبار القدرة الإبداعية على حل المشكلات في اعتقادك ماذا كان جواب الرجل أوقف الفيديو لحظات أحاول أن تخمنا وأخبرنا هل وصلت إلى الحل قال ببساطة سأعطي مفاتيح السيارة لصديقي القديم وأطلب منه توصيل السيدة العجوز إلى المستشفى فيما سأبقى أنا لأنتظر الحافلة أو أي وسيلة أخرى بصحبة الشخصية القدوى عادة ما يفكر الناس في التمثيل أو الكتابة عندما يفكرون في المهن التي تتطلب قدرا كبيرا من الذكاء الإبداعي لكن كما قلنا في الذكاء المنطقي كل المهن تقريبا تتطلب قدرا متفاوتا منه كذلك الحال هنا لكن ذكاء الإبداعي يكتسب أهمية خاصة في المهن التالية مقاول صاحب عمل صغير ونونوغرافيك مصمم مخترع الإعلام بصفة عامة مهندس معماري الإعلان التسويق مصمم ألعاب إلى آخره تأمل الجمل التالية هل تنطبق عليك لتعرف بشكل عام مستوى ذكائك الإبداعي تستمتع بتعلم المهارات والحوايات والأراء الجديدة ترى أثناء نومك أحلاما جامحة وتتذكرها في الصباح تدرك نهاية قصة ما بعد قراءتك للصفحات الأولى تستنبط سبلا جديدة لإعادة تنظيم بعض الأمور بهدف تطويرها هواياتك غالبا تتعلق بمجال الرسمي أو زيارة المتاحف والمعارض إلى آخر تنفعل بشدة أكثر مما يفعل الآخرون تتأقلم بسرعة مع الظروف المتغيرة تجد نفسك أحيانا وقد هديت إلى فكر سديد خاصة عند اضطرارك لإيجاد حل لمشكلة شغلتك طويلة يتوارد إليك سيد من الأفكار نتيجة لبعض الأمور التي قد صادفتها أثناء يومك سأترك لكم في مربع الوصف رابطا لاختبار سهل وممتع باللغة العربية للذكاء الإبداعي إذا وجدت نفسك أنك لست في المستوى المطلوب في هذا النوع من الذكاء فيمكنك تقوية نفسك فيه باتباع النصائح التالية ولكن أعود وأكرر للتمرين العملي المفصل راجع الكتاب غير روتينك حتى تفعل شيئا مختلفا أو غير معتاد كل يوم أسلك طريقا مختلفا إلى العمل قم بشراء حاجياتك من محل مختلف ابحث عن شيء يعجبك حتى في الأشياء التي تكرهها حاول عكس النمط أو النهج المعتاد اقلب الأشياء من الداخل إلى الخارج وانظر ماذا يحدث تجنب استخدام الحلول التي لاجأت إليها في الماضي لحل المشكلات وجرب حلولا جديدة في كل مرة خصص وقتا للإبداع من خلال ممارسة أنشطة تزيد من قدرتك الإبداعية ضع نفسك مكان الآخرين إذ سيزيد ذلك من مرونة ذهنك وتنمية قدرتك على استشعار المشاكل من منظورات مختلفة في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى فكرة إبداعية أو لديك مشكلة يجب حلها قم بالعصف الذهني مع أشخاص آخرين حتى تفكر في مجموعة متنوعة من الأساليب ابحث عن مصادر للإلهام ببساطة ابذل قصار جهدك لتضع نفسك في المواقف والتجارب التي تلهمك وتحثك على التفكير بطريقة مختلفة كن فضوليا ابحث عن أي شيء لا تعرفه اقرأ الكتب أو تعلم المهارات التي طالما اهتممت بها ابدأ المحادثات مع الأشخاص الذين تريد معرفة قصصهم كلما قمت بتخزين المزيد من المواد في رأسك كان بإمكانك إجراء اتصالات إبداعية أفضل في حياتك الذكاء البدني إذا حاولت ذاتك العاقلة الواعية أن تسير كل ما يجري في العمل والمنزل بينما تقوم في الوقت نفسه بالإشراف على كل حركة وخطوة بها فستصاب بانهيار عصبي لذلك الجسد يحتاج إلى نظام ذهني منفصل وعلى ذكاء منفصل كذلك فهذا هو الذكاء البدني المعروف أيضا بذكاء الجسد وهو المركب الذهني الذي يراقب كل نشاط بدني داخلي أو خارجي هو القدرة على التلاعب بالأشياء والتعلم عن طريق الحركة والتجريب وكذلك استخدام المهارات البدنية واتخاذ العقل مع الجسم من خلال تنسيق حركات الجسد من الطبيعي أن نجنح للاعتقاد في أن الجسد والذكاء شيئان متضادان فاللائقون بدنيا لا نتصورهم رجحي العقل وعامة لا نتصور رجحي العقل متناسقي البنية وهذا هو السبب في اعتقاد كثير من الناس بأن فكرة الذكاء البدني تبدو كاجتماع شيئان مختلفين هناك أوقات يكون فيها جسدك أكثر ذكاء وسرعة منك ومن مقدرتك فللجسد أيضا ذكرته الخاصة ومواقف يتخذ فيها القرار وهذه الحكمة أو وجهة النظر قد دعمت ببحث من مستشفى مونتزون بسان فرانسيسكو أراد علماء النفس هناك معرفة ما إذا كان أداؤنا في ذروته أو كان الجسد يخضع لسيطرة العقل الواعي أو نظام فرعي منفصل داخل المخ وأظهر بحثهم أن العقل الواعي حينما يستغرق أربعة أعشار من الثانيين يسجل مدركا حسيا سواء كان ملمس نقطة مطر أو صوت الراديو أو وقوع أمور عارضة كسقوط كوب زجاجي فإن جسدك باستطاعته إدراك الموقف وحساب الحركة الدقيقة والسرعة المناسبة ورد على كل ذلك في أقل من عشر من الثانية أي أن الثلاثة أعشار من الثاني أسرع من استجابة العقل الواعي هل بإمكان أي كمبيوتر معقد أن يقوم بذلك التحدي تجل أشخاص الذين يتمتعون بذكاء بدني عالي يستخدمون أجسادهم للتعبير عن أنفسهم ويفهمون الأشياء بشكل أفضل عندما انخرطون جساديا في شيء ما بدلا من مجرد القراءة عنه أو الاستماع إليه يتمتعون بالرشاقة والليونة والسرعة يحبون الأنشطة البدنية فلذلك هم مهتمون بشدة بالرياضة ويستمتعون بالأعمال اليدوية هم يمتلكون إحساسا طبيعيا لفهم أجسادهم ولكيفية رد فعل الجسد اتجاه المواقف التي تتطلب مجهودا بدنيا يميلون إلى عمل الأشياء بطريقة منظمة والاستمتاع بعملها بأيديهم يتميزون بقدرتهم الحركية الدقيقة والتنسيق بين اليد والعين إن اللياقة البدنية مهمة لأغلب المهن فمعظمها تتطلب قدرة على التحمل وبراعة وتنسيق وتناغما بين العقل والجسد لكن المشتغلين بالمهن التالية هم في حاجة إلى ذكاء بدني أعلى المهن الحرفية بشكل عام سائق الشاحنات والقطارات محترف الرياضة بشكل عام الجراحون والممرضون رجال الإطفاء والشرطة والجيش عامة إلى آخره لتعرف بشكل عام من مستوى ذكائك البدني تأمل الجمل التالي تستمتع بالعمل بيديك في الحديقة وإصلاح الأدوات المنزلية تخرج في نزهات خارجية باستمرار تظهر لديك أعراض النشاط المفرد تكرس وقتا في عطلة نهاية الأسبوع في ممارسة رياضة تحيبها ككرة القدم تتألق في أي نشاط بدني تتحدث مستخدما يديك وتتحرك بشيء من الإثارة عندما تتحدث مع الآخرين تتبادر إلى ذهنك أفضل الأفكار أثناء المشي أو الهرولة أو طلاء المنزل أو غسل الأطباق تفضل مشاهدة القنوات الرياضية على مشاهدة برامج السياسية أو أعمال الدرامية تشعر بعدم الراحة إذا كان عليك أن تقف أو تجلس في مكان لمدة طويلة لديك موهبة تقليد حديث أو حركة الآخرين تحافظ على روتين رياضي إذا وجدت أنك لست في المستوى المطلوب في هذا النوع من الذكاء يمكنك كما قلنا تقوية نفسك فيه باتباع النصائح التالية لكن أعود وأكرر للتمرين العملي المفصل يرجى مراجعة الكتاب أعتمد على جسدك بطرق جديدة إذا كنت تستخدم اليد اليمنى فدرب اليد اليسرى والعكس اخرج في رحلات ميدانية كلما سنحت لك الفرصة أدخل الحركة والنشاط في روتينك اليومي خاصة إذا كان عملك لا يتطلب الكثير من الجهد البدني عزيز العقلية النامية لمعرفة كيفية فعل ذلك استمع إلى ملخص كتاب السيكولوجية الجديدة للتفكير على قناتنا أوديو تاب حاول القيام بإصلاحات في البيت بنفسك خاصة للأشياء البسيطة خذ فترات راحة متكررة لإحداث تغيير في حالتك الذهنية وإدخال المزيد من المحفزات بذلك تدرب على تقليد حركة الأشياء وعلى التعبير بدون كلمات أي التمثيل الصامت قم بتصميم وبناء الأشكال التي تريدها من قطع مستهلكة الذكاء العاطفي جميعنا على الأرجح نعرف أشخاص حتى لو لم يقدموا لنا حلونا لمشاكلنا حين يكون الموقف الذين مروا به صعبا ومزاجا نجد أن هؤلاء الأشخاص عرفون تماما ما يقولون وكيف يقولونه غالبا ما نشعر بحال أفضل بعد التحدث مع مثل هؤلاء والاستماع لكلمتهم السر في الواقع هو عواطفهم أو بتحديد أكبر ما يعرف بالذكاء العاطفي ويعرف كذلك أنه القدرة على إتراك واستخدام وفهم وإدارة والتعامل مع العواطف حيث يمكن للشخص ذو الذكاء العاطفي العالي التعرف على مشاعره ومشاعر الآخرين واستخدام المعلومات العاطفية لتوجيه التفكير والسلوك والتمييز بين المشاعر المختلفة وتوصيفها بشكل مناسب كما ينطو الذكاء العاطفي أيضا على مراقبة الغير وملاحظتهم له خمسة جوانب أساسية الوعي الذاتي التحفيز والحماس التنظيم الذاتي وهو القدرة على التحكم بالمشاعر السلبية التعاطف وهو التعرف على مشاعر الآخرين وتلبية احتياجاتهم والمهارات الاجتماعية وهي مهارات التعامل مع الناس يمكن للذكاء العاطفي أن يصنع الفارق بين حياة مهنية ناجحة وأخرى فاشلة فالقدرة على فهم الأشخاص والعمل معهم تعد أمرا محوريا في كل بيئة مهنية تقريبا تجد الشخص ذو الذكاء العاطفي يتمتع بالنزاهة فهو يتمسك بمبادئه وقيمه هو متواضع يتقبل النقطة البناء يتحمل مسؤولية أخطائه ذلك يجعله لا يتسرع ويحرص على اختيار كلماته بعناية يحرص على التواصل البصري مع الآخرين ويحصل الاستماع لهم ويوليهم الاهتمام والاحترام تجدهم غالبا محبوبين من الجميع الذكاء العاطفي لا يقتصر على المستوى المهني أو الاجتماعي فحسب بل بشكل أساسي يشمل كيفية استخدام العواطف بذكاء في العلاقة بين الزوجين لقد أثبتت الدراسات بأن الأزواج السعداء ليس أذكى أو أغنى أو أكثر ثقافة من التعاسى وليس بالطبع متخصصين في علم النفس أو فن التواصل أو في تقنيات المفاوضات بل هم يتجادلون ويختلفون ويتشاجرون مثل بقية الأزواج إن ما يميزهم هو امتلاكهم لذكاء عاطفي متقدم عن الآخرين يجعلهم قادرين على بلورة ديناميكية بعدم السماح للمشاعر السلبية بأن تطغى أو تسيطر على العلاقة مما يجعلهم يجدون دائما الحافزة للبقاء سويا أن نطلب أي أن لا نتردد في التعبير عن رغباتنا وحاجاتنا أمام الشريك أن نعطي أي أن نشارك الآخر بأروع ما لدينا من مشاعر وأفكار وأعمال إيجابي ومنها أبسط الأشياء كالابتسامة الصادقة أو إطراء جميل يشعر الآخر كم هو محبوب ومرغوب ومميز في نظرنا أن نعطي العلاقة ما تستحق من انتباه وعناية في أوقات الفرح والمحنة أيضا إن ذكاء المشاعر هو إضافة حقيقية لأي وظيفة لكن كون الإنسان يشتغل في أحد المهن التالية يتطلب منه أن يظل محافظا على ذكائه العاطفي مرتفعا التعليم بصفة عامة السياسة عالم أو طبيب نفسي مسؤول علاقات عامة مفاوث مدير أو قائد إلى آخره كيف تعرف أنك من أصحاب الذكاء العاطفي المرتفع؟ بشكل عام تأمل الجمل التالي لتعرف متعاطف مع الآخرين حتى يمكنك بسهولة أن تلمس مشاعرهم لديك الاستعداد لطلب المساعدة والنصح عند الحاجة علما تفقد أعصابك وتخرج عن هدوئك يعتبرك النس قائدا ومصلحا لا تنهزم بسهولة أمام النكسات والصدمات تشعر بالراحة مع الغرباء والشخصيات والمجموعات الجديدة تعمل بشكل جيد مع فريق نادرا ما تشعر بغيرة أو حسد تجاه الآخرين ألا ما تضيع وقتا في التفكير في أخطاء الماضي وما حدث فيه من فشل تسمح لنفسك بأن تشعر بمشاهدك وتعبر عنها ترتاح لإظهار التعاطفي مع الآخرين تغض الترفع عن أخطاء الآخرين وعيوبهم سأترك لكم أحبابي في مربع الوصف رابطا لاختبار سهل وممتع باللغة العربية للذكاء العاطفي إذا وجدت أنك لست في المستوى المطلوب في هذا النوع من الذكاء فيمكنك تقوية نفسك باتباع النصائح التالية ولكن أكرر للتمرين العملي المفصل راجع الكتاب استجب لمشاعرك بذكاء ولا تجعلها ردة فعل مباشرة وذلك بتدريب نفسك على البقاء هادئا في المواقف الصعبة وتجنب اتخاذ قرارات متهورة عند الغضب أو الحزن التقييم الذاتي بموضوعية لأن تقييم الذاتي يعزز الإدراك وينمي التواضع لدى الشخص الحرص على مراعاة مشاعر الآخرين واحترام أفكارهم حاول تفهم وجهة نظر أي شخص طور مهارات الاستماع من خلال الانتباه لما يقوله الآخرون والانتباه للغة جسدهم حافظ على سلوك إيجابي درب نفسك على التعامل مع النقد بروح رياضية وحاول الاستفادة منه لتطوير نفسك كن ودودا وطور مهاراتك في التواصل الفعال حاول المحافظة على هدوئك في ظل الضغوط في الختام عزيزي تقول الكاتبة الشخص لا يكون عارفا بالقدرات العقلية الكامنة التي يتمتع بها إلا إذا بدأ فعلا في تنمية أنواع الذكاء الستة وبمجرد رؤيته للفوائد الرائعة لقدراته الكامنة سيشعر بعالم جديد ينفتح أمامه ابدأ من خلال تطبيق ما جاء في الملخص وانتقل إلى الكتاب لتنفيذ البرنامج التفصيلي أرجو لكم جميعا التوفيق كنت معكم أنا سعيد ولمحمد ودنتم رائعين ترجمة نانسي قنقر